السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف التاسع أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية درسنا اليوم في مهارة الكتابة نثر أبيات شعرية وإبداء الرأي فيها الجزء الأول في البداية أعزائي الطلاب ماذا ترون في هذه الصورة؟ تفضل؟ أحسنت صديقكم يقول أرى أزهارا صفراء وأغصانا تحمل زهرا سيصبح ثمرا عما قريب بارك الله فيك لطالما كانت الطبيعة مصدرا مهما يلهم الشعراء والأدباء والآن هيا بنا إلى أهداف الدرس يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن يستنتج أفكار الأبيات الشعرية الرئيسة والأفكار الفرعية من خلال شرحها يستنبط عاطفة الشاعر في الأبيات الشعرية بشكل صحيح يحدد القيم المستفادة من الأبيات الشعرية ينثر الأبيات الشعرية بأسلوبه محافظا على فكرتها وموظفا أدوات الرب والآن استمع عزيزي الطالب إلى القراءة النموذجية للأبيات الشعرية للشاعر محمود سامي البارودي في وصف الطبيعة ثم قم بمحاكاتها مستعينا بإرشادات القراءة الجهرية والآن هيا بنا رف النداء وتنفس النوار وتكلمت بلغاتها الأطيار زهر يرف على الغصون وطائر غرد الهدير وجدول زخار والباسقات الحاملات كأنها عمد مشعبة الذرة ومنار طورا تميل مع الرياح وتارة ترتد فهي تحرك وقرار فإذا رأيت رأيت أحسن جنة خضراء تجري بينها الأنهار يترنم العصفور في عذباتها ويصيح فيها العندل الصفار فالترب مسكن والجداول فضة والقطر در والبهار نضار واعلم بأن المرأة غير مخلد والناس بعد لغيرهم أخبار والآن افتح كتابك على الصفحة المبينة النشاط الأول انثر بأسلوبك الأبيات السابقة نثرا أدبيا في كراستك الخاصة عند نثر الأبيات يراعى ما يأتي أولا الأفكار توضيح ما تضمنته الأبيات من أفكار ثانيا عاطفة الشعر الإشارة إلى عاطفة الشعر مبينا ما يدل عليها من كلمات وتعبيرات ثالثا القيم المستخلصة لابد من استخلاص المعاني والقيم التي يدعو إليها الشاعر رابعا اللغة الدقيقة لابد من استخدام لغة واضحة وتعبيرات دقيقة وكما تعرفون فإن علامات الترقيم وأدوات الربط مهمة فحيا بنا لنتعرف إلى الأفكار وإلى معاني الأبيات يقول الشاعر رف الندى وتنفس النوار وتكلمت بلغاتها الأطيار من يشرح لي هذا البيت؟ تفضل أحسنت صديقكم يقول إن الشاعر يشرح أحوال الطبيعة فيقول إن قطرات الماء الندى ترف تحتز مع الريح وإن الأزهار مع الهواء كأنها بشر يتنفس وهذه العصافير والأطيار تتكلم بلغاتها الخاصة وتزقزق بأصواتها الجميلة بارك الله فيك البيت الثاني من سيشرحه؟ تفضل الورد يتحرك ويهتز على هذه الأغصان ويوجد أيضا طائر غريد الهدير عصفور يردد هديرا وبجانب هذا العصفور وإلى جانب هذه الزهرات التي تهتز وتتحرك يوجد جدول من الماء زخار ارتفع ماءه وكثر البيت الثالث يقول والباسقات الحاملات كأنها عمود مشعبة الذرى ومنار من يشرح هذا البيت؟ تفضل أنت أحسنت في البيت الثالث يقول الشاعر إن هذه الأشجار وهذه الأشجار المرتفعة التي تحمل أزهارا أغصانها مشعبة منتشرة ويبدو زهر الثمار في نهاية الأغصان كأنها أضواء في نظر الشاعر بل أجمل البيت الرابع تفضل أحسنت مرة تميل مع الرياح اللطيفة الخفيفة ومرة ترجع إلى مكانها وتسكن فهي تحرك وقرار والآن هيا بنا لنحدد الأفكار رف الندى وتنفس النوار وتكلمت بلغاتها الأطيار كيف تكلمت الطيور بلغات الأزهار في البيت الأول؟ من سيجيب عن ذلك؟ تفضل أحسنت يصف البارودي الربيع من خلال حركة اهتزاز الندى فوق الأزهار المختلفة وبالتالي اختلفت تغريدات الطيور البيت الثاني زهر يرف على الغصون وطائر غريد الهدير وجدول زخار والآن أسألكم ما مظاهر الربيع التي صورها الشاعر في البيت الثاني؟ من سيجيب؟ تفضل أحسنت يصور الشاعر في البيت الثاني مظاهر الربيع من خلال اهتزاز الأزهار على الأغصان في نشوة فتتغنى الطيور ويهدر الحمام بصوته المميز البيت الثالث والباسقات الحاملات كأنها عمد مشعبة الذرى ومناره ما المقصود بالباسقات الحاملات وبما صورها؟ تفضل أحسنت يشبه أشجار النخيل المرتفعة المحملة بالخيرات والتمور بالأعمدة متشعبة الأنوار أما البيت الرابع ما أثر الرياح على أشجار النخيل في البيت الرابع؟ تفضل جيد يصف الشاعر مدى استجابة حركة أغصان النخيل مع الرياح حيث تتمايل وترتد بين الحركة والسكون والآن ما الفكرة الرئيسة للأبيات الأربعة؟ تفضل رأى تصوير فرحة الطبيعة وما فيها من مخلوقات بقدوم الربيع البيت الخامس من يشرح هذا البيت؟ تفضل أحسنت يصور الشاعر في هذا البيت جمال الربيع وجمال الطبيعة فيقول إن هذه الطبيعة من أفضل الأماكن وأفضل البساتين والجنان فلونها أخضر وفيها أنهار تجري يترنم العصفور في عذباتها ويصيح فيها العندل الصفار يترنم يغني طربا العصفور في عذباتها وجوانبها ويصيح فيها العندل العندل هو البلبل البيت السابع فالترب مسكن والجداول فضة والقطر در والبهار نضار هنا تشبيهات جميلة من يشرح لي واحدة منها؟ تفضل أحسنت يشبه الترابة في هذه الطبيعة بالمسك وعليكم أيضا أن تبحثوا وتدونوا في كراستكم التشبيهات الباقية القطر قطرات الأمطار والبهار نبات لونه أصفر يتوسطه حمراء نضار يعني الذهب من يشرح لي هذين البيتين؟ تفضل أحسنت هذه تشبيهات جميلة يشبه الشاعر ترابة طبيعة بالمسك ويشبه الجداول بالفضة ذات اللون الجميل ويشبه القطر قطرات الأمطار بالدر ويشبه نوعا من الزهور الصفراء بالذهب البيت الثامن واعلم بأن المرأة غير مخلد والناس بعد لغيرهم أخبار والآن البيت الخامس فإذا رأيت رأيت أحسن جنة خضراء تجري بينها الأنهار بما وصف الشاعر الطبيعة في فصل الربيع من يجيب عن هذا السؤال؟ أحسنت في البيت الخامس شبه الأرض في فصل الربيع بالجنة الخضراء التي تجري بينها الأنهار البيت السادس تأمل فيه فأريد أن أسألكم سؤالا ما الحالة الشعورية للطيور في هذه الطبيعة الجميلة؟ من سيجيب؟ تفضل أحسنت يصف الشاعر صوت العصفور بأنه نغم موسيقي يترنم به في أرجاء الجنة كما تسمع أصوات البلابل وصفير الطيور على اختلافها والآن الترب مسك والجداول فضة والقطر در والبهار نضار بما شبه الشاعر التراب والجداول والقطر والبهار في هذه الطبيعة الخلابة كما أسلفنا عندما شرحنا الكلمات تفضل أحسنت تربة هذه الأرض من المسك وقنواتها المائية تمتلئ بالماء الذي يشبه الفضة وقطرات الأمطار باللآلئ وأزهر نبات البهار المصفر مع حمرة في الوسط كأنه ذهب البيت الثامن وأعلم بأن المرأة غير مخلد والناس بعد لغيرهم أخبار السؤال دوام الحال من المحال كيف عبر الشاعر عن تلك الفكرة في البيت الأخير تفضل أحسنت في نهاية الأبيات يختم البارودي بحقيقة دوام الحال من المحال فالإنسان غير مخلد في هذه الحياة وحياة الناس تصبح في المستقبل تاريخا وأخبارا تحكى والآن أعزاء الطلاب ما الفكرة العامة للأبيات السابقة الطبيعة في فصل الربيع ترتدي الأرض ثوبها الأخضر الجميل المزينة بالأزهار والألوان المبهجة وتغرد الطيور الملونة لتنشر الفرح في الأجواء ولكن دوام الحال من المحال لكن عندي سؤال لكم من خلال شرح الأبيات السابقة من طباعك عن البارودي وشعره؟ تفضل أحسنت يبدو أن البارودي يرى أنها معين لا ينضب من الإلهام للأذباء والشعراء ويرى في كل ناحية آية من آيات الجمال عليه أن يترنم بها وإذا عرفنا ذلك فما العاطفة المسيطرة على الشاعر في الأبيات السابقة برأيكم؟ تفضل بالتأكيد عاطفة الإعجاب والافتتان بروعة منظر الطبيعة الجميلة الخلابة لكن ما القيم المستخلصة في الأبيات السابقة؟ تفضل أحسنت فالقيم المستخلصة تعظيم خلق الله وبديع صنعه والتأمل في جمال الكون والشعور بالأمل والتفاؤل والسعادة وزيادة الإيمان بالله عز وجل وبقدرته والآن بعد أن عرفنا معنى الأبيات وعاطفة الشاعر والقيم الموجودة كيف ننثر هذه الأبيات؟ كما تعودنا دائما في مهارة الكتابة لا بد أن نعرف المخطط البنائي لنثر الأبيات والمخطط غالبا من يذكرنا بالمخطط تفضل أحسن مقدمة وعرض وخاتمة لكن في نثر الأبيات ماذا نذكر في المقدمة؟ تفضل أحسن الفكرة العام للقصيدة الفكرة المحورية تمهيد بسيط حول موضوع القصيدة بشكل عام ثم نأتي إلى العرض فنذكر الأفكار الفرعية مع المحافظة على الغرض العام للأبيات ولا ننسى أبدا عاطفة الشاعر وإذا أتينا إلى الخاتمة فلا بد أن نلخص أهم الأفكار والقيم وإذا كان عندنا نقد وإعجاب بزاوية أو بلفظة أو بإبداع أو بتميز فنذكر ذلك أيضا والآن لنطبق على هذين البيتين أوقف هذا الفيديو تأمل البيتين وحاول أن تنثرهما والآن من يعطيني نثرا جيدا كما تعلم تفضل أحسن بارك الله فيك صور الشاعر في هذين البيتين فرحة الطبيعة وما فيها من مخلوقات بقدوم الربيع حيث يصف البارودي أثر الربيع وقدومه من خلال حركة اهتزاز الندى فوق الأزهار المختلفة ومن خلال تغريدات الطيور المختلفة وانتعاش الأزهار على الأغصان في نشوة وجمال تغريد الطيور بصوتها المميز وامتلاء جداول المياه وغزارتها فسبحان من خلق وأبدأ فتأمل عظيم خلقه ففي كل خلق آية تنطق بعظمة الخالق جل جلاله والآن حول المسودة التي رصدت فيها الجوانب السابقة حول تحويل الأبيات الشعرية إلى مقال نثري راح في كتابتك ما يأتي مقدمة عامة عن موضوع الأبيات الشعرية شرح الأبيات من خلال الأفكار الرئيسة والفرعية مع المحافظة على الغرض العام للأبيات إعادة صياغة الأبيات الشعرية بأسلوبك الخاص مع مراعاة جودة اللغة ورصانة التعابير استخدام أدوات الربط المناسبة حتى يبدو النص مترابطا متماسكا استخدام اللغة الأدبية الخالية من الأخطاء النحوية والإملائية استخدام علامات الترقيم بصورة مناسبة وجيدة مراجعة مقالك قبل أن تعرضه على معلمك الاستعانة بصحيفة التقييم في الكتاب المدرسي لتجويد موضوعك لا تنسى أن تراجع صحيفة التقييم الموجودة في كتابك في الصفحة المبينة وإلى لقاء آخر إن شاء الله في الجزء الثاني فانتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته